في صعوبة أنك تلاقي مدير فني دلوقتي يعني لو افترضنا مثلا أنه القرار أنه ميستر ريكاردو سواريش هيكمل يبقى راجل خادل الشوك الصعبة ووفر على نفسه وعلى النادي وعلى اللعيبة المجهود بتاعتنا نحن نعرف بعد ونفهم حتى المسابقة طبيعة المنافسة مستويات المنافسين المجهودين في الدولة وابتدينا معا موسم جديد على بياض زي ما بيقول ولو لقدر الله أنه الإدارة فيه احتمال أنه تقول لك لا والله مش مش حابين سواريش يكمل مثلا هل دلوقتي في التوقيت ده ممكن تلاقي ما ما احنا نتكلم عن معظم المسابقات ابتدت في كل العالم وكل الفرقة اتفعت مع مديرينها الفنيين فهل ده توقيت مناسب انك تفكر في مدير فني جديد هو توقيت مناسب جدا والتوقيت لازم يبقى سريع يعني لو فيه قرار هيتاخد بعدم تكملة الرجل للإدارة الفنية للنادي الأهلي يبقى لازم بشكل سريع جدا القرار ده يتاخد لان انت هيبع عندك الجاب بتاع الفترة السلبية وفترة ما بين الموسمين وداخل على كاس سوبر وكلام ده كله ده عندنا هنا ده عندنا هنا برد مناش دعو احنا بالعب في حتة احنا بنلعب في حتة تانية خالص فالقرار له هو يتاخد يعني اتاخد اعتقد احسر على وقت علشان بناء على الفترة اللي جاية دي يقدر اللي يجي يبع عنده وقت ان هو يطبق افكار ويتعرف على اللعيبة اننا نجيب مدير فني تاني ويحفظ اللعيبة تاني تقفل اجهاز الفني بسؤال هو بس انا سؤال لك اللي فده فيه مدربين كتير متحي بس اسم النادي الاهلي سواء اسم النادي الاهلي جازب لمدربين كتير لكن فيه مدربين كبار بدون ذكرى اسماء منهم انا عايز اسألك سؤال اي مدرب منهم لو جي في نفس التوقيت ونفس الظروف اللي جي فيها ريكاردو سواريش كان الحكم عليه ممكن يبقى يعني بنفس الشكل او بنفس المستوى لو جي مدرب عنده الخبرة عنده الخبرة في مجال التدريب لان احنا خلينا اتفق أن مستر سواريش هو برضو ما عندوش الخبرة لأنه هو مدرب لسه يعني في مرحلة هو منشان يقدر نقول عليه مدرب شاب قوي ولا هو مدرب عنده خبرة يعني هو مدرب في مرحلة الندوجية لكن لو جي مدرب خبرة ومشان قول بقى فريرة أو أنقول أي مدرب عنده خبرة كان هيقدر يطوع لك المباراة المباقية في الدوري بمكسب رجل عمل رجل يعني برضو خلينا نتفق أنه قدام ماتش فيوتشر قال يعمل جيم كواس جدا وكان معالفاستين أو كمعاللعيبة الأساسية الاتحاد عملت جيم كويس المصري عملت جيم كويس صعب أن أنت تجزم رجل كويس ولا وحش لأن الرجل كل ما يجي يحفظ أسامي لعيبة اللعيبة يتصاب ويطلع بره عشان أنا ما تفق معاكم أنه صعب أم حمود يبقى القرار صعب جدا بس طبعا فيه أمارات وفيه حاجات كتيرة بتتقدم بالبيان لك